أولاً عند الشيعة هناك نظرية دينية تقول المال الدولة غير معلوم المصدر أنا الشيعي لا أسمع بهذا ولا أتعامل بهذا أنت ما تسمع ولا أحترم هذا هناك فتاوة شيعية دينية واضحة ومعروفة من أطلعها أنه مال الدولة غير معلوم ويمكن أن تأخذه ولذلك الطبق السياسي هم أفتوا أو جاءوا من يفتح جاءوا بالمذهب الشيعي هذا السيد السستاني موجود والمرجعي موجود أتحداهم أن يأتوا بنص بهذا أنا أقول بوسي ما قلت السيد السستاني أنا أقول هناك من أفتن وأعطى المناخ ولذلك أول شيء باقي نفط البصرة واللي باقي حزب إسلامي يعني تعرف ماذا جرى في البصرة بعد 2003 وكل ما تم المصادرته من أموال وكذا وأموال الدولة والمباني والميزانيات بالنسبة للتيار الديني بكليهما السني والشيعي باقيه تحت هذه الفتوى لهذا السبب خليني أقول لحضرتك يعني حتى نعبر هذه القصة الحساسة أنا أعتقد هم وفروا لنفسهم غطاء ديني الحقد الكراهية كانت قاسية ولكن أنا دخلت الموصل وكنت الحاكم الأوحد لها قبل أن انتصل للقوات الأمريكية لم أعتقل شخص لم أضرب شخص راجدي لم أقوم بأي عمل ضد السكان نهائياً هتحدث 2003 2003 ما لست نتحاقد بالعكس من حاول أن يتجاوز على أحد تصديت له ووقفت ضده ولم أسمح بذلك أنا كنت أريد غير النظام أنا كنت خايف على أولادي أن يعيشوا تحت إدارة عدي يعني حتى كنت صدام مستعد أتحمله بس اللي يقلقني أكثر من سيأتون حتى بعد صدام النظام مترك أنه آمال بالتغيير ليس تقول هذا بل شيء يموت ونخلص وإنما حتى هذا القبل نبي إذا مات رح يجينا الأسوأ فمترك أنه فرص أبدا إلا أن نقبل بأن نشارك بعملية التغيير طبعاً لو كنا نعرف تفصيلاً أنا كنت أتوقع رح يسنهي شيء بس لو كنت على يقين قولاً واحداً ما أجيه كلكم تقولون هذا يعني أسلت قبل قليل قالوا لنا قالوا لنا قالنا متى كل قالوا لنا متى أنتم كنتم قد قلتم أو ستقولون نحن قلنا بوجههم ما نريد لكن كلامنا مثل قاعدوا بوادي ويصيح لأنكم لا تمتلكون مشروعاً لا كل واحد عنده رغبة في أن يكون عنده مشروع ولكن لا نمتلك وسائل نحن جئنا على دولة سيطر عليها الاحتلال والاحتلال أعطى فرصة لأحزاب محددة بعينها وسمح لها أن تشكل ميليشيات والاحتلال دفع هذه القوى لأن تقتل هذا الطرف وهذا الطرف وتعرفون أنتم شون صارت الاقتتال الطائفي في ظل القوات الأمريكية وكانت القوات الأمريكية تصدر مداءات يقولون لهم مجموعات مسلحة تتعبر من صدر القناة متجهة على فلال مكان يجاوب القائد مالتي يقول له أخو لهم يعبرون يقول لهم آلاف الجثث عم ترمي وراء السد يقول لهم لا تتدقلون اشتركوا في القناة